أزمة ديبلوماسية بين القاهرة وكييف بطلها صحفي المصري ذهب لمراقبة استفتاءات الضم التي أقامتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية الخارجية المصرية أصدرت بياناً نفت فيه إفادة أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات وهو ما تفهمته الخارجية الأوكرانية كمحاولة روسية لإضفاء الشرعية على تلك الخطوة لا أستبد أن هذه الأمالية كانت أمالية مدبرة حتى سياسياً ومخبراتياً لأن من الواضح أن قدوم عدد من المراكبين الذين في أغلبيتهم كانوا لا يمثلون إلى أنفسهم لكن اتحاد الاسكواش الأوكراني صارع بمقاطعة بطولة العالم للجامعات التي ستقوم في مصر في نوفمبر القادم فتصريحات الخارجية المصرية لم تفلح حتى الآن في إقناع الرياضيين لا يكفي للمجتمع الأوكراني الذي يستيقظ كل السباح تحت قصف السواريخ البلسية والدرنات الانتحارية وبقدر ما أفهم أنا مقاطعة المشاركة في بطولة الاسكواش تعتمد على قرار اتخذه المنتخب الأوكراني وهذا الشيء طبيعي أو شيء شائع بين الرياضيين الأوكران حاولنا التواصل مع الصحفي المشاري إليه والذي ينتمي لمؤسسة اليوم السابع أو لرئيس تحرير المؤسسة للتعليق دون جدوى أما السفارة الأوكرانية في القاهرة فقد أرسلت الاتحاد السكواش في كييف توضيحا للأمور على أمل أن تنجلي الحقائق بالنسبة إليهم نحن ترسلنا مع الاتحاد السكواش الأوكراني بالطبع لا نستطيع نجبرهم على اتخاذ أي قرار لأن مؤسسة كما ذكرت مستقلة ولكن نحن وضحنا حقيقة الوضع واقترحنا إيادة النظر في مشاركة المنتخب الأوكراني في بطولة السكواش في القاهرة السفير الأوكراني ذيل رسالته بعبارة نتمنى أن نراكم في مصر لكن الأوضاع في كييف ربما أخرت تلقي الرد حتى اللحظة تامر نصرة العربية القاهرة